بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سنتمنى التي تشوفها الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة سنشكر المتابعين الأقدام الجدد وتنشكر الناس التي تجعلوا تعليقات التي تترد فيها الروح وتنحس برأسي أنني خاصني نخدم مع الناس وخاصني نعطي واحد طاقة إيجابية لتكون معقولة وإيجابية لنستفدوا منها بعض الناس ويعطيوني دعاء اللي يبشرني بالخير فقط إذن أحبابي اليوم عدنا كيفاش نحل العقد اللي في الجسد ديالي إن كان سحر وإن كان التابعة وإن كان أي حاجة مخطة أو سحر توقيف الحال لموقف الحال لا في العمل ولا في الزواج ولا في أي أمر البنت اللي تكون عندها توقيف الحال را ما تخدم ما تتزوج ما تدير تحاجة إذن البنت اللي عندها مشاكل توقيف الحال خاصها تدير رقية شرعية وخاصها تاخد صورة الصفات وصورة الرحمن وصورة ياسين تقرأهم كل ثلاث أيام على الماء تاخد جوجة طرودية الماء وتبقى تشرب غير من هذك الماء الوقت لأنها تعطش تشرب غير من هذك الماء صورة الصفات صورة ياسين صورة الواقعة حتى هي مزيانة ولكن صورة الرحمن من أروع ما يكون صورة الرحمن صورة الواقعة صورة ياسين وضيفه الواقعة لجلب الخيرات لطرد النواحس إذن الناس اللي عندهم توقيف الحال من كل الأمور يتفقدوا فريوسهم يعرفوا فريوسهم رع عندهم السحر المخطى أو السحر التحقير أو السحر المشموم أو السحر الهوائي أو السحر السفلي اللي تأثر على الإنسان على الجسد دياله تيكون الإنسان طيب وتيبشي الأسرار دياله وتيعطيها لواحد اللي تيولي ضدك وعارف أسرارك تيولي هو يحاربك بأسرارك هو يولي عارف الخبايا ديالك يولي يسحر لك يولي غير منك يولي غير يغير منك على أولادك أو على البيت ديالك أو على صحتك أو على زوج ديالك إذن تابهوا لهاد القضية يبشي الأسرار هي اللي تتسبب مشاكل لقاع الناس إذن الطيبون خاصهم يكونوا إحتاطوا اللي ما نعرفش من دخلهش لبيت ديالي إذن عدنا اليوم عدنا إما إما ملحة صخرية وإما ملحة طعام ملحة طعام الخطوط اللي داد لكم عدنا نقول لكم كيفاش تديرو لها إن شاء الله ولكن هاد الملحة الصخرية رأى من أروع ما يكون إذن عندي جوش قطع ديال الملحة الصخرية إلا كانوا عندي غادي نخدم بهم إن شاء الله ولكن إلا كانت عندي الملحة ديال الطعام غادي إن شاء الله بحول الله ناخد الملحة الطعام وغادي ناخدها ندوزها على الجسد ديالي ندوزها على الجسد ديالي أنا تنقرأ صورة الفلق صورة الفلق وقع البلاصة اللي داراني غادي إن شاء الله غادي نكرر من نوصل للعقد نكررها ثلاث مرات إذن صورة الفلق نقرأها بدون عدد ولكن من نوصل للعقد نكررها ثلاث مرات باش تفك عليك على العقد اللي عندك في الجسد ديالي لكن كانت تابعة أو حسد أو أي حاجة ولكن غادي نقرأ عليها صورة الفلق وغادي إن شاء الله من نكمل نكمل الجسد ديالي غادي ناخده فيه ديالي ونقرأ 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 لها صورة الصفات ماشي كاملة من واحد حتى العشرة نقرأها ثلاث مرات صورة الصفات من واحد حتى العشرة إذا صورة الصفات من واحد حتى العشرة نقرأها ثلاث مرات وغادي ناخد هاد المكون غادي ناخد نحطه إحدى الرأس ديالي هاك تحت السرير نديره في واحد منذير أبيض ونديره إحدى رجلية إذا إلا كان ملح طعام غادي نحطه في منذير أبيض أو من مناديل ورقية وغادي نحطه تحت السرير إحدى رجلية وحدها الرأس ديالي هاد هذه الليلة غادي تحلمي هاد الليلة غادي تحلمي لأن يقيقي صورة آية من صورة الصفات من أخضر الآيات هي الآية اللولة من صورة آية من واحد حتى العشرة من صورة الصفات خاصكم تعرفو صورة الصفات الناس اللي عندهم المثل اه الناس اللي عندهم المثل الناس اللي عندهم مشاكل فالجسد ديالladım عندهم عوارض لابد يقرؤوا صورة الصفات دائما كل يوم وينفته على الماء ويشربوه. لانها رائعة في طرد العوارد. اما الى كانت هادى الملحة الصخرية غادي ان شاء الله ناخد جوش قطعة وحدة نحطها اه تحت الرأس ديالي تحت السرير اه وحدة غادي نحطها احدة رجلية تحت السرير. اذا بغيت تحطوها في الارض تحت السرير او مبين السرير تكون تحت السرير. اذا يمكن فهمتوني. المهم حطوها المهم حطوها احدى رجلكم وحدى راسكم. هادى اول اهم. تباد تحت السرير او اه تحت المخدة او المهم انتم ما عرفوا فين تفطوها لانا ها راسك ها رجلك. الا عندك جوج قطع صخرية رمزيانين هادو حسن من هادى. ناخد واحدة احدى الرأس. وحدة احدى الرجلين. غادي الصباح ربح. غادي ناخد واحد السطل سخون ديال الماء. غادي نجمع هاد. غادي نجمع هذه الملحة وغادي نحطها فاديك سطل وغادي ندخل الى مكان يكون ضيف ونخوي عليه هاديك الملحة والما. الماء اللي فيه الملحة. نخوي عالي وعلى اليسار. الى كانت الملحة تؤثر لك على الشعر ديالك. ما الاحسن ما تديريش لشعرك. ولكن الى كنتي غادي آآ تديريها لشعرك. غادي تشلي الشعر ديالك من من الملحة. اذا غادي تديريها. كين الناس اللي قدروا يبقوا بها يوم كامل. الملحة على الجسد ديالك. بحل ماء البحر. غادي تطرد يقع العوارد. ولكن الماء تجمعيه تلوحيه في مكان عاشف. تجمعي هذك الماء مرة في الأسبوع. او مرة في خمستاشر يوم. غادي تحسي بالطاقة الايجابية وطرد العوارد. لان العوارد ما تبقوش صورة الصافات. او اه صورة الصافات من الاول من واحد حتى العشرة ما تبقوهاش. وتيكرهوها. الحوارد كلها. اذا ندوموا على صورة الصافات او ندوموا على اللول ليل صورة الصافات من واحد حتى العشرة. اذا غادي ناخد هذك الماء واللوحه في مكان عاشف. اللوح هذك الماء اللي عمت به اللوحه في مكان عاشف. بحالة ترتي التابعة. بحالة لمشيتي عند راقي. بحالة رقيسي نفسك بنفسك. ولكن دومي على صورة الرحمن وصورة الصافات دائما. اذا احبابي هذك الماء اللوحه في مكان عاشف. اه تقدروا تديروها في اي وقت. جمعة خميس سبت الحد الاربعة. انتم ما غدت طردوا التابعة. والحسد والعين. واي حاجة ضركم. قلت المال. قلت السعد. قلت الزواج. جلب الخيرات. غادي ان شاء الله تديروها. الناس اللي عندهم اه مشاكل في البيت. غادي حطوه احدى احدى الباب. الناس اللي عندهم مشاكل في البيت. والصداع. غادي حطوها في الباب. والصباح يوضعوها في الماء ساخن. ويخليو احتي يبرد. وغادي رشو به العتبة بدون قراءة. غيشغلو غير صورة البقرة. لان صورة البقرة تطرد جميع العوارض. اذا الناس اللي عندهم مشاكل يحاولو ياخدو وحدة يديروها في الماء. سطل الماء. ويشغلو صورة البقرة. او كي اللي تحطها فوق النار. حتى تسخن ويطفوها. احدى العتبة في سطل الماء. ومن بعد يحاولو يسيقو بهاديك الماء والملح. لان رائعة في طرد العوارض والمشاكل والصداع. لان الملحة طاقة ايجابية. نزل الطاقة تيقولك الملحة من اخطر الوصفات لطرد الموانع. لا في الجسد ولا في اي حاجة. المهم الصباح غادي نجمعو هاد الملحة ونديروها في سطل الماء ونعمو بها. اه نحاولو نخويوها داخل الماء في مكان عاشب. نعودها مرة في الاسبوع. ثلاثة اسابيع ولكن دوموا على صورة الصفات وصورة الرحمن. ناخدوا استغفار بقوة خمسمائة او الف ونصليوا على الحبيب لان الصلاة على الحبيب هي مفتاح الفرج. خلوا لي تعليق بالصلاة على الحبيب باش يكملوا معنا الوصفة. ونكونوا ان شاء الله ايجابيين. تنطلب الله سبحانه وتعالى يحقق لكم قاع الاماني وتكونوا مزيانين وتكونوا ان شاء الله رائعين في كل الامور. وابتهى لكم ابواب الخير. ويسخر لكم ما في السماوات ويقول لكم عون ومعين في كل الامور. لكم ولنا يا رب العالمين. لعجبكم الفيديو خلوا لي لايك. دعموا القناة. تبعوا الجرس. تابنوا بحول الله وقوته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.